اشتركوا في القناة لا كيف يسهل عليك ان تخرج لا من قلبك المشكلة يا كرام ان الناس اللي عندها ضعف توكيد الذات مشكلتهم تظهر بشكل جليل في الوعود والموعد وما يقدر يقول لا طيب شي يسوي يسوي التالي اولا عندك عنده شي يسويه دائما هي كلمة لكن اللي عنده ضعف توكيد الذات يستخدم لكن كثير اذا جاي يرد يستخدمها كثير المشكلة ان ما قبلها غير صحيح وما بعدها غير صحيح شلون تشتقول لها تروح معنا بكرة بنطلع نعم لكن والله عندي موعدة المستشفى طبعا معروف حقين توكيد الذات عندهم عشرين عمه تموت في السنة منهم اربع عادي جدا عمتي توفت خالي مدشجاه واحيانا كثيرة ليست صحيحة هو يدعي فقط فدائما ما قبل لكن وما بعد لكن غير صحيح ودي اروح معكم ولكن عندي كذا كذا هروبا من ماذا هروبا من لا النقية وما يقدر يقول لا ما يقدر يمارس حقه شون يفرها نعم ولكن ليس من باب المجاملة انا اقول لك ليش ليس من باب المجاملة اعطيك مثال هل من باب المجاملة اني اكذب لا يمكن يبنى حق على باطل يا جماعة ان تريد علاقة تكتبنا على حق لا تبنيها على باطل ليس لازم اكذب يا جماعة اعطيك مثال ولدها انكسرت رجله ودقيت عليه انت وقلت له ممكن ازورك الان وهو الان بياخذ ولده يوديه المستشفى كيف سيقول لا يبي يقول نعم خلاص يقول العيالة معيش تحمني ولدي اصبر المبتلة لا وقال لها بقايل ودي ولكن ابدا يبي يقول لك لا ولا يشعر فيها بألم او ندم او حرج يقولك لا والله ما اقدر ابو فلان والله انك عزيز وغالي انا عندي مشكلة طيب معنىش لو اسلم عليك يا اخوي افهم لا عندي حالة طارئة استطاعني اقول لا بسهولة سؤال لو احنا طالعين في المستشفى طيب فلان كان ناوي يجيك يمكن يزعل شا اقول انا ما علمنا ما سويت شي خلط عندي شي مهم جعلني اقول لا يا كرام انتبهوا عندما تعامل حياتك واهدافك ووقتك واسرتك على انها اشياء ذات قيمة فان اللا ستخرج ببساطة انت قلت لا قبل شوي لان عندك شي له قيمة ولد في المستشفى فلان لها قيمة له قيمة فاللا خرجت بسهولة عندما تتعامل مع اهدافك ان لها قيمة ستقول لا ببساطة والناس في قولهم للا على ستة مراتب واحد سيقول في البداية نعم وهو لا يريد تقول له ها تروح معنا يقول لك ايش نعم وهو لا يريد فيروح غصبا عليه ومحرج تطلع بعد الصلاة هم موعد نمة موعد نزوجته بعد الصلاة مباشرة يبوديهم للدار فتلقى عند المسجل قاعد تتسولف معه طيب ببساطة قل له عن اذنك عندي موعد فلماذا انت تكره وتكره شلون تكره وتكره ليش انت تكره في تلك اللحظة وتروح الى الناس اللي ينتخر عليهم ويكرهونك ايضا خسارك لا منه ولا منه المرحلة اللي بعدها لا يكون الانسان يبدأ يقسى جلده شوي تقوى شخصيته اكثر يؤجل الاجابة ولا يرد بسرعة ولا يلزم نفسه بشي يقول ان شاء الله اشوف طبعا يمكن ربما واشوف ويصير خير هذه تجعل الرؤية منعدمة في العلاقة وغالبا غالبا مؤذية للطرف الآخر لما توصيني على شيء وقلك ان شاء الله ويمكن واشوف انت وقفت كل محاولاتك تنتظر اجابتي فانا خايفة اقولك لا فقلت لك يمكن يشوف وقمرت عليك علشان اقولك بعدين لا فانت عطلتني يا اخي عطلتني قل لي ياها من البداية والله ما ازعل بس تجي تأخرني 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 ثم تصدمني في اخر شيء بلا ومعها مجموعة من الاعذار والتبريرات هذه من الاشكالات الثالث يمكن ان تقول لا ومعها وعود بالمحاولة لا استطيع بس بشوف ان شاء الله والله انا ما اقدر والله اني موعد ابو عبد العزيز لكن انقدرت اطلع منهم بدري وجيكم او انقدرت اعتذر وجيكم فهو يقول لا مع وعود بالمحاولة طبعا اللي ضعيف توكيد ذات ويمارس هذه دايم مجرد ما يقولها الربعة اللي عارفينه شي يقولون هلا صاص مو بجاي عارفينه ليش لانهم هذه اللي حقته جبان اربعة ان يقول لا ومعها مجموعة اعذار لا لانني كذا وكذا وكذا ويبدأ يتعذر 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 هذه رقم اربعة بعدها يقوى اكثر ويقول لا صريحة بدون وعود ولا اعذار بس مشكلة هذه اللي انه يشعر بعدها بألم او حرج او ندم او لوم لانه لم يعتد عليها يقول هاو يحس انه ضيق صدرهم حس انه سامحوني وقح جريء تجاوز الحد خربها فاذا قلتها مرة مرتين ثلاث اعتدت عليها تصل الى مرحلة تقول لا النقية ان تقول لا صريحة بلا شعور سلبي صاحبها بل ستشعر بعدها بالاعتزاز والاستعقاق والفخر طيب متى يقدم الانسان الاعتذار متى يقدم التبرير احيانا اذا اكثر من هذه الكلمة لشخص واحد عزمني هالخميس وقلت له لا الخميس اللي بعده وقلت له لا الخميس اللي بعده اذا قلت له لا هنا بيستغرب هنا من الجيد اني ابرر هل تبريري هنا ضعف ام ذوق ذوق يا جماعة ذوق مختلف على وقعها على الذات هذا واحد اثنين اذا طلب مني الاعتذار ليش التبرير فايضا لي الخيار اني ابرر او ما ابرر وبالتالي احنا عشان نوصل المرحلة رقم ستة من الجيد ان احنا نمر بوعي اذا انا قلت لا وعطيت وعود عارف ان ترى فيه اعذار طيب في شيء اقوى لا بدون اعذار بعدين لا كالطلقة تخرج مني وبكل سهولة هذا التدرج تدرج ناضج في التعامل مع ضغوطات الطلبات وتبقى القاعدة ان اللي يقول دائما نعم من قال نعم كثيرا خسر من خسر نفسه واهدافه ووقته وعسرته وجهده وصحته اللي يقول نعم 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 يخسر كل ذلك وانا زاملت ناس يا جماعة والله في المكان اللي احنا نشتغل فيه طيب كلش نعم ايه 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 مرتين يطيح علينا مرتين تجي لسعاف تشيله وبعدين والله ما حد سأل عنه الناس والله يا جماعة الناس لاهتم بانفسها والله ما درت عن الناس ولا تدري عن هالتوحيات استمتع بحياتك اطلب رضا ربك اقم واجباتك الاولية وعليك بالأولى فالأولى والأقربون أولى بالمعروفة واحد يقول لنا والله اخاف اخاف من الوزير اخاف من مدير اخاف من تقييم الناس اخاف من رد الناس اخاف من كلام الناس هذولا لما تعملقهم طبيعي جدا تخاف منهم ايها الكرام استمتع انت في حياتك وعلى فكرة ترى ما في احد اذا اخطأت سيؤرخ بالخطاء متى ولد والله يوم يزلق فلان ولا ترى يوم مدري ايش ما احد در عنك ولا احد يمكن لا تظن ان الناس تبحث عن سقطاتك وعن زلاتك لا 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 الناس منشغلة بانفسها عنك والله يا رسالة واتساب انها تصرفهم عنك ما يذرون عنك وبالتالي احنا لا يجب ان نضخم الناس لانها ضخمنا الناس ما صار لذواتنا قزمناها مبدأ المقارنات على طول اما يرفعك ولا ينزلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للخوارج ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال تحقرونا لاحظ كلمة ايش تحقرونا صلاتكم الى ايش الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم ليش احنا حقرنا لانها اشتغلت عملية المقارنة لما ترفع الناس والله بتحقروحك غصبا عليك لما ترفعهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس ما نازلها ايش ما نازل الناس انها لا تملكنا انفسها ضرا ولا ولا نفعة لذلك التعامل مع الناس التعامل مع الناس التعامل مع الناس مبني على التعامل الذهني بالدرجة الاولى لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك